اشتركوا في القناة التي تطرحها قوى في المعارضة حيث أصدرت مجموعة من الشخصيات بيانا دعت فيه المؤسسة العسكرية في البلاد إذا تعذر عليها مرافقة التغيير الحتمي والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق دموقراطية على حد ما جاء في البيان أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشك عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حق والتي تريد التمسك بها لإهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم من المؤسسة العسكرية لمناقشة هذا الموضوع بالتحليل والتعليق أرحب ضيفي هنا في الاستيديو السيد أحمد شوشان الضابط العسكري السابق في الجيش الجزائري أهلا بك سيد أحمد أهلا بك بداية ما الغاية من مطالبة بعض القوى السياسية فعليا للجيش للتدخل في المشهد السياسي في الجزائر أولا وقبل كل شيء أشكر قناة الحوار على استضافتي في هذا البرنامج أهلا بك وأحييك أخصوصا وأحيي الإخوة المشاهدين الذين اقتطعوا جزء من وقتهم من المتابعتين في هذا البرنامج وأتمنى إن شاء الله أننا نقدم شيء إن شاء الله مفيد يجلي المشهد في الجزائر بالنسبة لسؤالك أنا أعتقد بأن الغاية من هذه الدعوات ليست واحدة لأن الجهات التي أصدرت هذه الدعوات مختلفة لكن في النهاية هذه الدعوات من طرف خاصة من طرف ناس محسوبين على أحساب سياسية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أنا أعتقد بأن هذه الدعوات هي دليل على الإفلاس إفلاس الطبقة السياسية لأن عندما تصبح الطبقة السياسية تطالب الجيش بأي شكل من الأشكال بتدخل في السياسة في هذه الحالة هي تعلن عن عجزة على إيجاد البديل بدون مرافقة الجيش لكن أعتقد أن الهدف أو الغاية من هذه الدعوات يختلف فالبعض يعني وجه الدعوة للجيش لأنه يعتقد بأن المرحلة المقبلة سيكون فيها نوع من الإقصاء إذا كان تمكنت مثلاً القوى الاستئصالية في المستقبل إذا كان مثلاً تمكنت القوى المعادية لمقومة الهوية الوطنية خاصة المعادية للطيار الإسلامي في المرحلة القادمة ستتم تصفية واستئصال لهذا القيار وبالتالي إن نسمع مثلاً الدعوة على الدكتور مقري اللي هو الرئيس حمص عندما يدعو هو الجيش بشكل من الأشكال للتدخل في السلطة أعتقد بأن الهدف من هذه الدعوة هو مطالبة من الجيش بأن يكونها ضامن هل هناك إجماع من كل أطياف المعارضة بمختلف انتماءاتها لمثل هذه الدعوة؟ أنا لا أعتقد هذا لأنه عندما تشوفي الدعوة من مصدر الدعوة هناك اللي حركة مجتمع السلم أيها حركة مجتمع السلم كان الدكتور مقري صريح فيها هو اللي قالها بصراحة طلب الجيش بصراحة واضح أنه يريد أن يكون الجيش ضامن لكن مثلاً الطريقة المبطنة التي طلب بها أحمد وإحيا رئيس الأرندي الجيش بثناء وعلاقية الجيش بطريقة غير مباشرة في الحقيقة هو يعرض نفسه كصاحب مهام قذرة إذا كان الجيش يحتاج هذا الشخص أو هذا الطيار اللي رأى اللي هو الطيار الاستصالي إذا كان الجيش يحتاج هذا الناس فهم يعني يعرضون أنفسهم للقيام بأي دور في المستقبل إذا كان الجيش يريدهم نفس الشيء هناك دعوة أخرى مبطنة هي من الطيار اللي وراءه القيادة العسكرية السابقة نصار خالد وتوفيق وغيرهم وخرجوا في ظهر هذه المواطنة حركة المواطنة أو في التصريح الذي صرحته الصحفية للأحداد هذه في الحقيقة هؤلاء يريدون سحب شرعية القيادة العسكرية في التصرف الآخر اللي تقوم به اللي هي عملية تطهير كبيرة تقوم بها القيادة العسكرية منذ 2015 فهم يريدون سحب هذه الشرعية من القيادة العسكرية لأنهم يعرفون إذا كان واصلت القيادة العسكرية في هذا الاتجاه رح يكونهم الضحية هل هذه التحركات تأتي في إطار الترتيبات للمشهد الانتخابات في عام 2019 طبعا فيه يعني كاين علاقة بهذا الجن وخاصة في اعتقادي أن القيادة العسكرية تشتغل على هذا الأساس سلوك القيادة العسكرية وتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات القادمة لحيث أنها تكون يعني تحقق نقلة أو تغيير في إطار سلمي في إطار هادئ يعني يضمن نوع من الاستقرار في البلاد نعم نفس الشيء ردود الفعل للأحزاب والطبق السياسي هذا كذلك يعني داخل في هذا الإطار لكن كل واحد يريد يعني عنده غاية من التحذير للانتخابات 2019 طيب في إطار قراءة هذه الدعوة من قبل بعض أطياف المعارضة سيد أحمد البعض فسرها بأنها محاولة أو دعوة للانقلاب تدخل الجيش أو إقالة بوتفليقة بشكل أو بآخر والدعوة للانتخابات المبكرة هل هناك فعلا خفايا في هذه الدعوة تصل لهذه الدرجة أم تستبعدها؟ أنا لا أعتقد بأن أي واحد يعني يوجه للقيادة الجيش الدعوة بالانقلاب لسبب واحد لأن هذه القيادة الحالية قاد على الاتصال مع كل الطبق السياسي والمشكلة أن الناس لا تريد أن تصدقها تقصد القيادة مؤسسة الرئاسة؟ لا لا أقصد القيادة العسكرية نفسها لأن في الحقيقة القيادة العسكرية الآن تتصرف في حدود صلاحياتها العسكرية باسم رئيسة الجمهورية الآن القائد الجيش اللي هو الفريق أحمد قاعد صالح هو يتصرف بصلاحيات وزير الدفاع المخولة له من طرف الرئيس بصفة شرعية الناس هذه الصلاحية تهددهم ولذلك هناك من يريد سحف هذه الشرعية من القيادة العسكرية بالدعوة إلى الإقلاب على الرئيس المتفلقة أو تسطر وراء الدعوة أو الرفض أو الاحتجاج على العهدة الخامسة هي في الحقيقة لا أعداء الناس كلهم يعرفون ما فيه عهدة خامسة لكن الغرض من هذه الحملة الإعلامية ضد العهدة الخامسة في الحقيقة المستهدف الأساسي فيها هو قيادة الجيش الحالية هم يريدون إنهاء الصلاحيات التي تتعبها قيادة الجيش الآن في أقرب وقت ممكن طيب حتى نفهم هذه الدعوة أيضا من قبل المعارضة ما هو الدور المقصود أو المطلوب من الجيش عندما يتم الدعوة أو مطالبة الجيش للتدخل ما هو الدور تحديدا الذي تريده هذه المعارضة طبعا هذا نظن هو يعني كان اللي عنه عليه مباشرة أرادوا توظيف يعني يريدون من الجيش أن يتدخل بسلطه عبر المؤسسات مثلا المجلس الدستوري أو الرئاسة لتنظيم يعني لإنهاء عهدة متفليقة على أساس العجزة الصحية ولكن الحديث حتى يعني حديث معارضة عن الانتقال الديمقراطي يعني أي دور يمكن أن يلعبه الجيش في إطار الحديث عن انتقال ديمقراطي أنا أعتقد الناس الذين يدعون إلى انتقال ديمقراطي هم لا يساهمون فيه الانتقال الديمقراطي تقوم به الطبقة السياسية يقوم به المجتمع المدني لا يقوم به الجيش أرادوا للجيش كما ذكرت أن يكون الضامن لهذه التوافقات أيوة كاين اللي يريد أن يكون الجيش ضامنا لكن كاين اللي يريد أن يكون الجيش هو الذي يسلمه السلطة يعني الناس اللي داروا اللي يدفعوا بالجيش أو اللي يتواطئوا مع القيادة العسكرية السابقة في القلاب 92 كان يتكلموا باسم الديمقراطية أيضاً وبالتالي الزعم بأن الناس يطالبون الجيش بأن يطبق الديمقراطية هذا زعم غير صحيح أي إنسان أي إنسان مهما كان يطالب الجيش بالتدخل مباشرة هو في الحقيقة عنده الطمع بأن الجيش سيسلمه السلطة هذه هي القضية أما الإنسان الذي يريد حقيقة انتقال ديمقراطي وتغيير حقيقي في البلاد فهو الذي يقدم بديل مدني يقدم بديل مدني للشعب الجزائري ولقيادة الجيش القيادة الجيش تضمن الاستقرار تضمن الأمن تضمن توفر الظروف الأمنية المناسبة للشعب الجزائري أن يجري انتخاب نازيه إلى غير ذلك لكن هذا يتطلب مرحلة يتطلب عمل على الأرض من طرف الطبقة السياسية لتهيئة الشعب الجزائري لهذا هل شعب الجزائري لو أنه مثلاً لو فترضنا أنه الآن صرى توفى الرئيس وعاد مطلوب باش نديره انتخاب هل يمكن هل يعقل إنسان يقول بأنه يمكن أن نعمل انتخابات رئاسية نقوم بانتخابات رئاسية في الأجال المحددة هذا غير ممكن الوضع الحالي في الجزائر لا يسمح بإجراءات بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيها لماذا؟ لأن الطبقة السياسية ميتة الطبقة السياسية ماتت موتة كبرى لا يوجد حزب واحد مقدم بديل أو شبه بديل للوضع القائم عن خيارات أيضاً المؤسسة العسكرية اسمح لي أن أشرك معي سيد سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجزائر أهلا بك سيد سليمان معنا يعني بداية من وجهة نظرك ما الغاية حقيقة من مطالبة بعض القوى السياسية للجيش بالتدخل في المشهد السياسي في الجزائر شكراً سيد سوساً تحية طيبة لك ولضيوفي الكرام في الحقيقة لا تزال إلى غاية الآن المبادرة التي تقودها أو قادتها حركة حمص في الجزائر غامضت المعالم وغير واضحة من حيث يعني أهدافها ولا متطلباتها رغم أنه حتى مناداتهم يعني لتدخل الجيش غير غامض يعني وبطريقة هو تحدث رئيس حركة حمص أنه يبحث عن توافق خلال تشاور مع مجموعة من الأحزاب وما إلى ذلك وذلك برعاية المؤسسة العسكرية لكن كل يعرف المؤسسة العسكرية أنا أعتقد أنه هذه التيارات السياسية المفلسة تحاول أن تستنجد بالمؤسسة العسكرية وتحاول أن تستغل رمزية المؤسسة وما تتمتع به من قبول لدى مختلف شرائح المجتمع إضافة وهي تحاول أن تختفي أو تختبئ وراء الصورة اللامعة للمؤسسة العسكرية في الجزائر على اعتبار أنها الرافض الأساسي والوحيد في التنمية بالجزائر فربما محاولاتهم تصب في هذا الطرح لكن ما تزال إجاباتهم بعيدة كل البعد غامضة غير واضحة لأنه تحدث على مسألة التوافق تحدث على مسألة ثم بعدين يصبح يتحدث على ما تحدث على الرئاسيات 2019 بل يتحدث على حكومة ما بعد 2019 يعني وكأنه حركة حمس تبحث عن مكان لها في إطار التحولات التي السياسية تحولات المشهد السياسي ما هو الدور سيد سليمان الذي تريده هذه المعارضة للجيش أن يلعبه خلال المرحلة المقبلة يعني هل تريد من الجيش أن يكون الضامن لأي توافق سياسي حتى إن كانت تريد جزء من الكعكة كما تحدثت سيدتي بالنسبة للجيش الجزائر مهامه ووظيفته واضحة وقد وضح سيد فريق أحمد قيد صرح في أكثر من رسالة موجهة يعني وفي أكثر من مناسبة إلى أن الجيش الجزائري يطيع بمهامه الجستورية المتعلقة بحماية الدستور بحصيانة الوحدة الوطنية المتعلقة بالإسهام في العملية التنمية صحيح أنه دور الجيش مؤسس في الدولة الجزائرية دور الجيش مؤسس في العملية التنموية ولا يمكن اختزاله لأن جزائر ما بعد الاستقلال لعبت المؤسسة العسكرية دورا بارزا في بناء الدولة الوطنية بعد الاستقلال وبالتالي يعني أنا قلت هذا ما ينادي به هو محاولة وكأنه لاختباء وراء هذه المؤسسة أو طلب يعني فطلبهم يعني تقريبا أنا أعتقد أنه من النحية السياسية وما تستوجبه أصول العملية السياسية طلبهم غير منطقي كما أنه حركة أمس وضحت في أكثر من مرة أنها يعني ضد كانت تنادي بمفهوم الدولة المدنية وما إلى ذلك من مسائل ثم تقول أو تطالب بتدخل تدخل تدخل الجيش في الحياة السياسية فيعني هنا في نوع ابقى معنا سيد سليمان أشرك معي السيد نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي من تونس أهلا بك سيد نصر يعني إلى أي مدى دعوات المعارضة في الجزائر لتدخل الجيش أو القيام بدور سياسي في البلاد يتعارض تماما مع طروحات المعارضة طوال السنوات السابقة مساء الخير شكرا لك تحية لجميع العاملين بالقناة والذيوف كل المشاهدين أعتبر أنه يجب أن ننظر إلى مكانة الجيش أو مؤسسة الجيش في الجزائر ومكانة هامة وأكيدة بدأت في الـ 54 عند انبلاج الثورة وبقيت إلى يومنا هذا الجيش لا يزال أحد أهم العوامل المؤثرة في السياسة الداخلية الجزائرية وفي السياسة الخارجية لكنه يجب أن نذكر أو أن نحلل بعض هذا المصار في ستينات وسبعينات القرن الماضي كان ثلث من يشكلون اللجنة المركزية لحزب جابة التحرير الوطني وهو الحزب الواحد أنا ذاك عند تغطية رسمية للإخبار المتلفزة وهي قناة رسمية واحدة يشكلون ثلث اللجنة المركزية ويجلسونها في الناحية واحدة ببزاتهم العسكرية ومن ثم الجيش كان أحد أهم المشاركين والفاعلين في الحياة السياسية سواء منها الظاهرة والباطنة الآن الصورة تغيرت على مستوى الظاهرة الجيش لم يعد له يد ظاهرة لكن له يد باطنة يد خفية ومن ثم واجب أن نتحدث عن ميكانيزمات خارج الأضواء وراء السطار للجيش الجيش لا يملك جميع الأوراق لكنه يملك أوراقه من ثم هنا هذه المنادات هي جزء من معادلة الطبقة السياسية تستعين بالجيش وتريد من الجيش لكن الخطر هنا هل يمكن خروج أسل الجيش واستفاقته بالمجان لا أعتبر ذلك من ثم أعتبر أن هناك جيل من الجيش الآن وهو جيل حصل على مناصبه بالدراسة والتكوين الأكاديمي أبعد ما يكون عن انقلابات العسكرية والتدخل الفج على أسلوب انقلابات العسكرية في السبتينات وسبعينات القرن الماضي في كامل الوطن العربي نعم سيد أحمد شوشان ما هو موقف الجيش مثل هذه الدعوات هل هناك ردود أو إشارات من قبل المؤسسة العسكرية أنا لا أعتقد بأن الجيش سيولي أي اهتمام لهذه الدعوات الجيش الآن أو خليني نقول بأنه مدام الأخ ناصر الدين اللي كان يتكلم نعم أخ ناصر مدام الأخ ناصر تكلم على قضية نصر الدين الجيل الجديد من الجيش هناك من لا يريد أن يصدق بأن هناك تحول في قيادة الجيش الوطني الشعبي وهذه حقيقة يعني تجاهلها لا يساعد أي إنسان أن يقرأ المشهد قراءة صحيح تحول تحول جذري مما يخص ماذا تحول جذري تحول جذري تحول جذري في التعامل مع الدولة الجزائرية تحول جذري لماذا؟ لأن الجيل الذي وصل الآن إلى مستوى القيادة كله باستثناء الفريق أحمد قيد صالح تقريباً أو واحدة واثنين محسوبين على الثورة لكنهم ما همش من جيل الثورة باستثناء الفريق أحمد قيد صالح باقي الضباط الذين يشكلون القيادة العسكرية كلهم من جيل الاستقلال يعني قصدي كلهم من الجيل الذي التحق بالجيش الوطني الشعبي أثناء بعد الاستقلال وليس في جيش تحريق ماذا أثر هذا على بنية هذا الجيل هذا سنة 1992 أعلى رتبة فيه أعلى واحد كانت أعلى رتبة فيه كانت رتبة رايد حديث العهد يعني أغلبهم كانوا نقبة نعم وبعض منهم كانوا رواد يعني حديث العهد بالرتبة هذا لم يكنوا يصدقون في يوم من الأيام بأن ما حصل في الجزائر سنة 1992 كانت مؤامرة على الجزائر بطواطئ من بعض القيادات العسكرية العليا لم يكنوا يصدقون هذا ولذلك كل الضباط انخرطوا في هذا المسار الذي دخلت فيه الجزائر سنة 1992 وأدى إلى المأساة الذي يعرفها الجميع لكن بعد أن وصل هذا الجيل إلى مستوى القيادة وأصبح يعرف حقيقة ما يجلي على أعلى مستوى تأكد بأن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح ابتداء من سنة 2015 بدأ تقويم جذري على مستوى القيادة العسكرية للجيش الوطني الشعري في أي اتجاه؟ تراجع في دور السياسي؟ في اتجاه في اتجاه رد الاعتبار للجيش الوطني الشعبي مثل ما نقول نحن في الجزائر كسلين لجيش التحرير الوطني مرجعيته بيان أول نومبر تم في الحقيقة منذ الاستقلال تم التراجع لكثير من قيم ومضامين بيان أول نومبر على مستوى الدولة الجزائرية بصفة عامة وعلى مستوى الجيش كذلك لكن الآن في ظل هذه الرؤية العلاقة علاقة المؤسسة العسكرية أو مدى تأثيرها في المشهد السياسي الحالي في الجزائر هل هي على نفس القوة؟ نعم المؤسسة العسكرية لم تفقد قوتها كما يتوقع بعض الناس بالعكس القيادة العسكرية ما قبل 2015 في الحقيقة كانت مرؤوسة للقيادة السياسية التي كانت تتحكمه في الجيش عن طريق المخابرات الحل هبوتفليقة أيها الآن بعد رد بعد انطلاق هذه العملية اللي نتكلم عليها أنا سميتها عملية التطهير داخل الجيش نعم وأعلنت عليها منذ 2015 منذ الانطلاق في هذه العملية قيادة الجيش تحررت وأصبحت يعني تعمل على تكريس قيم أول نوفمبر وأهدافه في 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 مسار الجيش الوطني الشعبي وفي إطار صلاحية والآن هذه هذه العملية التقويم أو عملية الإصلاحة أو عملية التطهير بدأت تزحف نحو المؤسسات الأخرى للدولة الجزائرية أعود لك سيد سليمان أعراج من الجزائر يعني في محاولات أو في إطار تصريحات المؤسسة العسكرية أنها لا تتدخل في المشهد السياسي ولكن حقيقة هل ما زالت المؤسسة العسكرية متحكمة بالمشهد السياسي الجزائري سيدة سوسة لما نتحدث على المؤسسة العسكرية نتحدث على فاعل عقلاني في الحياة أو في المشهد العام في الجزائر يساهم بإيجابية من خلال أدواره في دعم سواء العملية الديمقراطية أو حتى العملية التنموية وهذا بالنظر كما قلت للإرث يعني الإنجازات الجيش الوطني الشعبي يستمد قوته من خلال أنه مكوم أبناء الشعب وهو يمثل كل الشعب الجيش الجزائري منذ الاستقرار إلى يومنا هذا ما يزال يحظى بمكانة وبقوة سواء بالنسبة للمشهد السياسي أو التنموي لكن لما نرجع ونتحدث على مبادرة التوافق أو مبادرة التي أطلقتها حمس بتدخل الجيش يعني لمتزال غامضة ويقتنفها كثير من التساؤلات أنا نقول ونطرح سؤال من منظور يعني علم السياسة وتفسيرنا لطبيعة الأحزاب السياسية وعمل الأحزاب السياسية أهم متغير لما نتحدث على الأحزاب السياسية ودورها في الحياة في المشهد السياسي هو عنصر الثقة هل الشعب يثق في هذه الأحزاب وفي برامج هذه الأحزاب لكي تطالب هذه الأحزاب مؤسسة تمثل الشعب الجزائري ومكونة من أبناء الشعب الجزائري لكي تدعم هذه الأحزاب يعني هذا كنوع من الرد على هذه المبادرة نحن يعني أنا لست ضد أنه يعني تفعيل أو تجديد المناخ السياسي أو تحريك يعني وليك في إطار التعدد أنه الهدف وهل الثقة قائمة في المقابل يعني في المؤسسة العسكرية لحماية الدموقراطية بشكل فعلي وحقيقي فيه ثقة فيه ثقة تستطيعين القول أنه فيه ثقة ثقة يعني في المؤسسة وفي عام 92 يعني كيف يمكن أن نوصف ذلك وعلاقته بديمقراطية إن كان هناك ثقة فعلا بأن المؤسسة العسكرية هي حاملة الدموقراطية ليس في الجزائر لوحدها صحيح تدخل يعني يعني وقف المسار الانتخابي كان يصب في جوهر وقل بحماية الدموقراطية لأنه حاول صانع القرار أن يحمي الجزائر ويحمي العمل الدموقراطية من من لا يؤمنون بالدموقراطية لأنه علاش كنا رح نمضي نحو ربما مستقبل مجهول لأنه لماذا الخيارات وطبيعة الخيارات التي كانت مطروحة أو حتى الخطابات كان مجرد خطاب يفتقد إلى العقلانية يفتقد إلى الحلول الإجرائية والعملية ولكن تتحدث عن انتخابات دموقراطية تتحدث عن انتخابات دموقراطية لا هنا نرجع المسألة نفسر السلوك الانتخابي في تلك كان سلوك عقابي كان سلوك عقابي بحيث أن المواطن لأنه هنا نعود نرجع نربط المسألة بقضية النازع الفراغماتية للناخب الناخب يبحث عن من يوفر له ظروف ومطالب اقتصادية واجتماعية هذا الشيء لنسه في الخطاب الذي كان مسوقا وفي الممارسات التي كانت مسوقة وحسم يعني حسم انهاء المسار الديموقراطي في أقل من عام لا حماية هذا حماية للدولة لأنه تتوقف الديموقراطية عند مفهوم المصلحة العامة للوطن هذا من يقررها من يقررها ليس في النهاية هو المواطن الذي يقرر عبر سندوق الاقتراع وحتى وحتى سيدتي لا تنسي أنه الجيش الوطني الشعبي مكون من أبناء الشعب الجزائري كله كل المنخلط أنهم أبناء الشعب بكل الطوائف سواء الفقراء سواء البسيطين محدودين الدخل أبناء يعني الأغنياء كله يعني وهذا ربما ما يخلق نوع من يعني أو يعني يمنح سأعود لك سيد سلمان سأعود لك سيد سلمان ولكن في النهاية أيضا هناك دستور يفترض أنه هو أعلى من المؤسسة العسكرية هو الذي يكفل حق احترام أي نتائج انتخابية في أي دولة في العالم وهنا إشكالية بأن المؤسسة العسكرية حتى في الجزائر هي لا تخضع للرقابة ولا تخضع للدستور هي أعلى من الدستور هناك انتقاد حول هذا الموضوع أذهب لسيد نصر الدين بن حديد من تونس سيد نصر عندما نتحدث عن العلاقة ما بين الانتقال الديمقراطي والدعوة لتدخل الجيش تدخل الجيش أو المؤسسة العسكرية ليس في الجزائر في كافة الدول العربية إلى أي مدى هو يتناقض أو يحمي الديمقراطية السؤال هل ستقبل المؤسسة العسكرية لا تحدث عن الجزائر فقط في أي بلد أن تتجاوز الدستور بمنطق حماية الديمقراطية وحماية المكتسبات بين الضفرين أعتبر عودة الجزائر هناك عاملان مهمين واجب النظر إليهم هي العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر وستطاع الجيش أن يقضي على الإرهاب أو على الأقل أن يحدث أمنا واستقرارا وثانيا الحالة الصحية للرئيس المتفليقة التي هي محل السؤال والتي بسببها جاءت مطالب جهات داخل الجزائر وهي مطالب ليس الحديثة هناك نوردين بوكرو أحد السياسي الجزائر الذي كان سابقا وأن طالب الجيش بالتدخل وهناك جهة أخرى راهنة لكن أعتبر السؤال أين هو هل يمكن صناعة الديمقراطية بأدوات غير ديمقراطية من رأيي الشخص والمتوضع يستحيل ذلك وثانيا هل يستجيب الجيش الجيش لن يستجيب لن يستجيب الاعتبارات أهمها أن الجيش الآن هو بمنع عن الصراعات السياسية بمنع لم يتلوث بعد بما تلوث في الطبقة السياسية من ترحل ومن عجز ومن ضعف من ثم الجيش لا يريد أن يورط نفسه بالتالي أعتبر أن هذه الدعوات هي أكثر منها دعوات للظهور ولكسب الأضواء العالمية من دعوات فائلة وفعالة خاصة وأن جيد صالح القاعد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية قد أعلن أكثر من مرة وإن كانت خطابه فيه كثير من الطبائية أن الجيش لن يتدخل لكن أعيد وكرا الوجه الآخر للعملة أن الجيش له رأي فيما يجري الجيش الجزائري ليس الجيش الفرنسي أو الجيش الأمريكي له رأي فيما يجري لكن السؤال هنا حول القنوات التي يتم من خلال أصرف هذا الرأي حول الأدوات التي لا أقول يتدخل بها بل يؤثر بها ثم هذا السؤال هو أكثر منه بحث في المسكوت عنه هل برأيك سيد نصر أن الجيش بعيد عن المشهد السياسي كما تصدر تصريحات عن المؤسسة العسكرية أو الأحزاب المحسوبة دعنا نقول على الرئاسة الجيش في قلب المعادلة العسكرية والأمنية والسياسية والحطة الاجتماعية عندما السياسين في قلب الرحاة لا يمكن الحديث عن بتعالي الجيش عن السياسة لكن لا يمكن الحديث عن مسك الجيش للبلاد أو الحديث عن التدخل في الشؤون الداخلية في الشؤون السياسية الجزائرية هناك مطالب الآن ما ردها ضعف الطبقة السياسية والحالة الصحية للرئيس بوتفريقة والثاني والأهم هي حيرة الطبقة السياسية أمام المجهولة التي ينتظر البلاد برأيهم خاصة للانتخابة 2019 وما يقال وما يرد عن العهدى الخامسة ستكون عهدى خامسة للرئيس بوتفريقة البعض يخاف البعض يريد أن يكون لهم حصة في الكعكة القادمة والكثير منهم في رأي الشخصي هم يريدون الجيش للتدخل لمنع بوتفريقة من الدخول في الانتخابات لكي يكونهم جزء من الصباق الانتخابي لأنه لا يستحيل أن يكون بوتفريقة في الانتخاب ويخسر الانتخابات لم يحصد الرئيس العربي أن شارك في انتخابات وخسرها ثم هناك دعوة للجيش للدخول لإعادة رسم وتصطير الانتخابات القادمة وهذا هو مرض السؤال هل يمكن الجيش أن يكون فاعلا ويمكن أن يكون فاعل من خلف السطار لكن هناك قنوات داخل الجيش ومشاورات تجري داخل الجيش ويتم إيصال هذه الأرى بطريقة ما إلى النخبة السياسية الحاكمة والفاعلة في الجزائر نعم أشرك معي أيضا السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق أهلا بك سيد محمد عربي زيتوت معنا يعني أحزاب من المعارضة في الجزائر تطالب بدور للجيش لتحقيق الانتقال الديمقراطي إلى أي مدى يمكن الجيش أن يكون ضامن للديمقراطية حقيقة سلام عليكم ورحمة الله أبتدأنا أقول أنني لم أستمع إلى الحوار الذي يدور حولك هناك وبالتالي سأرد فقط على سؤالك هذه الدعوات بطبيعة الحال يجب أن نفرط بين النوعين من الدعوات الدعوات التي تريد أن يظل الجيش هو القابض على السلطة من وراء السفار ونحن نعرف أن قادة الجيش لا أقول جيش ككل وإنما قادته سواء كانوا عقادات سبعينات والثمانينات أو جنيرالات فيما بعد هم الذين جاءوا بالرؤساء الجزائرين جميعا وهم الذين أثققوهم جميعا يعني لو ذهبنا بدقيقة واحدة العقادات وتفلقة في 99 الذي يبقى وهو في شكل محمد تماما على رأس هذه الدولة التي تعاني اليوم معاناة غير مسبوقة وشعب غاية معاناة غير مسبوقة إذن في واقع الأمر منذ الاستقلال أو ما يبدو أنه استقلال لأنه يتضح لنا أنه استقلال ظاهر أكثر من ذلك فإن قادة الجيش هم الذين يمتلكون البلد وكما قال أحدهم يوما إذا كان لكل دولة جيش فإن لجيش الجزيرة دولة هذه الحقيقة الصاطعة التي لا يستطيع أن ينكرها أي إن كان لأنها وقاية وليست تحليل في إطار علاقة سيد محمد عربي زيتوت ما بين مؤسسة الرئاسة والجيش لمن الكلمة العليا الآن؟ الكلمة العليا منذ تقريبا 2014 أو 2016 هي لقاعد الجيش من قاعد صالح أحمد قاعد صالح وهو يحمل وظيفتين لم يسبقه أحد إليهما وهو نائب وزير الدفاع أي منصب سياسي وقاعد الأركان أي منصب عسكري جمع بين منصبين لم يسبق لأحد من قبل لا في الجزيرة ولا في غيرها وهو بذلك بعد سقوط الفريق المخابرات الرجل الذي تألع في الجزائر وحكمها 25 سنة من وراء السيطار الفريق توفيط أصبح القاعد صالح هو الرجل الأول في البلاد من خلف السيطار خاصة مع وجود رئيس ضعيف ومع وجود مجموعة من اللصوص تحيط بالرئيس وينهبون البلاد هذه هي الحقيقة بعد ما جرى في هذه الأيام هذه الأسابيع وإتقاط قاعد صالح لقاعد الشرطة وهو جنرال وإتقاط قاعد الدرب وهو جنرال أيضا بعد إتقاط هذين الجنرالين استطاع قاعد صالح أن يمسك بمزيد من السلطات والنفوذ وعندما يقول قاعد صالح هنا قاعد الأركان ليس وحده معهم حوالي 30 جنرال هم الذين يحكمون البلاد حقيقة لكن هذا لا ينفي أن هناك مسؤولية للصور والأشكال المدنية التي أشد بؤسا من اليوم من الذين يختخطون وهم جنرالات يتخطون وراء السفا والدعوة بأن يكونون في الصورة من جديد وكأنهم ليسوا في الصورة وكأنهم ليسوا من حاكمنا من الخلف في الحقيقة فيها كثير من المخادعة إلا إذا كان المراد منها وضع هؤلاء أمام كشفهم وفضحهم من أنهم الحكام ومطالبتهم بمحاولة إيجاد حل نعم شكرا جزيلا لك سيد محمد عربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق على هذه المشاركة سنعود لإكمال الحوار ولكن بعد أن نذهب لهذا الفصل القصير ابقوا معنا أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج المشهد أعود لك سيد أحمد شوشان من يدير البلاد حاليا في إطار الحديث عن هذه التجاذبات بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش هل هناك توافق لمن الكلمة العليا؟ هناك استمرارية للنظام لأن النظام قام على أساس مفاوضات ما يسمى بمفاوضات الاستقلال اللي هي مفاوضات إذين الجزائر تسير بموجب هذه الوثيقة بموجب بنود هذه الوثيقة لكن كما قلت منذ 2015 قيادة الجيش نفسها اتخذت قرار بأن كل ما يتعارض مع مصلحة الجزائر جزائر الشهداء الذي استشهد من أجلها ملايين الأحرار والحرائر كل ما يتعارض مع مصلحتها يجب ضربه عرض الحائط هذا هو الشيء اللي الناس ما مش قادرين يفهموه لكن هذه القيادة تتصرف في حدود صلاحية المخولة هذا دستوريا وأعلى ثقف تملك القيادة العسكرية هو صلاحية وزير الدفاع لأن الفريق أحمد قايد صالح له أعلى رتباه في الجيش وهو قائد الجيش عنده هذه الصلاحية بتفوض من الرئيس نعم الجيش يتصرف في هذا الإطار لرد الاعتبار للجزائر التي استشهد من أجلها الملايين الشهداء يعني في ثورة التحريق وقبلها الآن هذه الصلاحيات رايحة وتتمدد لماذا؟ لأن الرئيس ما كان حتى وحد يكذب يقول بأن الرئيس يقوم بوظيفته كرئيس الجمهورية وظيفة كاملة هو موجود منصب الرئيس أسمح جوز ولكنه مشغول من طرف دوائر أخرى كل دائرة عندها صلاحية مثل وزارة الدفاع مثل وزير الدفاع عنده مثل القيد صالح عنده صلاحية وزير الدفاع هناك دوائر نفوذ في السلطة تتصرف باسم الرئيس الآن إحنا لأننا أدركنا هذه القضية منذ أن بدأ التحول داخل قيادة الجيش سنة 2015 أنا شخصيا وبناء على قراءتي للمشهد ومعلوماتي وعلاقتي بما يجري داخل الجيش نعم حاولت أن إن صح التعبير أن أضع الرأي العالم في المشهد الحقيقي وقلت بأن الجزائر لا يخرجها من هذه الورطة الآن إلا أن تجتمع الأغلبية الشعبية تفضل أكمل كم الفكرة يعني أن تجتمع أغلبية الشعب الجزائري على كلمة سواهي رد الاعتبار للجزائر التي رحى بالأجل الشعب الجزائري سأعود لك سيد أحمد أستاذ سليمان حقيقة أيضا هناك شخصيات سياسية طالبت الجيش بأنه إذا لا يريد أن يتدخل حقيقة في هذا الموضوع عليه أن ينأى بنفسه عن المجموعة التي استولت على السلطة وتحاول هذه المجموعة إهام الرأي العام بأن المؤسسة العسكرية تدعمها لمن الإشارة؟ هل الإشارة لشقيق الرئيس بوتفليقة الذي الحديث بأنه هو من يدير أمور مؤسسة الرئاسة؟ والله أنا سأجيبك ورغم أنني كأكاديمي لا أتماشى مع هذا الطرح لأنه الطرح غير مؤسس الحديث مثل هذا هو إهانة يعني للدولة الجزائرية في حداتها هل هي شخصيات المعارضة؟ هذا نقلا عن شخصيات معارضة معروفة؟ لأنه هنا نرجع لك للسؤال هل فعلا هناك شخصيات معارضة لها يعني ومن أين خرجت هذه الشخصيات المعارضة؟ اللي هي كلها كانت كانوا في مناسب لما يعني أعفوا من مهامهم أصبحوا يمارسون مهنة المعارضة بحثا عن الاستمرارية في الاستفادة من نحن كمواطنين وكأكاديميين وكنخب ننادي الأحزاب السياسية بأن تتحمل مسؤوليتها وتمارس الوظائف المنطة بها وأن لا تكون عبءا على الدولة وأن تساهم في ترقية المشهد السياسي ترقية المشاركة السياسية اليوم أصبحنا نلقاه الدولة تقع في حرج لأن نسبة المشاركة في الانتخابات تكون ضعيفة وذلك راجع المفروض للأحزاب السياسية التي تمارس مسألة الحجد والتعبئة في إطار العملية الانتخابية أصبحنا نلقاو وزارة الداخلية تبرر النتائج رغم أنها غير مطالبة بتبرر النتائج في ظل توفيرها لكل الإجراءات مؤسسة الجيش كانوا في السابق يقولون أن تزوير عن طريق الجيش مؤخرا في آخر انتخابات تشريعية ما أصدر الفريق قيد صالح قرار بأن أفراد الجيش يصوتون خارج الثكنات يعني لا مجال لتشكيك في الأصوات المعبر عنها من قبل أفراد الجيش الوطني الشعبي فأنا نقول وهذه قناعة أن هذه الناس مفلسين سياسيا ليست لهم القدرة على التواجد وليست لهم القدرة على التعبئة وممارسة الحشد الشعبي لأنه ما عندهم وحتى التصريحات بأن هناك فعليا من استولى عن السلطة يعني الرئيس عبد العزيز بوتفليخة غير قادر على إدارة أمور البلاد من يدير الأمور حاليا في إطار تصريحات هؤلاء سأجيبك سيدتي لأنه هنا فيه نوع من المبالغة لأنه نحن لا نؤمن يعني هذه القصص كانت تروى للأطفال أنه فيه غول يختفي وراء في أماكن معاكة هذا نفس الشيء هذا الناس رهم يروجه لهذا المفهوم أنه حتى وإن كان سيد سعيد شقيق الرئيس باعتباره مستشار للرئيس يمارس صلاحية باعتباره مستشار مستحيل أنه هذا ليس شخصا خارقا ولا يمتلك عاصة سحرية تتحكم في الجميع لأنه علاج دولة دولة مؤسسات وفيه مؤسسات محلية ومركزية ودولة شاسعة المساحة مثل الجزائر فيها 48 ولاية 40 مليون نسمة بتعقيداتها بتركيبتها المعاقدة أعتقد أنه تحكم مئة بالمئة في كل شيء مسألة جد نسبية ولا أساس لها من الصحة حتى وإن كان له رأي أو قرارات تطبق في مسائل معينة لكن ليس كما يصوره هذا الأشخاص تصوره هذه المعارضة لأنه كما قلت كنت سمها معارضة هي من سمت نفسها معارضة وصلت الفكرة السيد شكرا جزيلا لك عذرنا على عدم وضوح الصوت السيد سليمان أعراج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجزائر أذهب لسيد نصر الدين بن حديد من تونس يعني سيد نصر الدين استمعت لرأي السيد سليمان وتحدث بأنه هناك مبالغة نوعا ما بالحديث عن ضرورة أن ينأى الجيش بدعمه للجماعة التي تتحكم أو تسيطر على السلطة الآن كما تطالب أطياف المعارضة كيف تنظر للموضوع أولا لم أسمع الصوت الصوت السيد سليماني ولكن من تلخيص أفهم ما قال أعتبر أن هناك توازنات داخل الجزائر وهناك منطق صميته منطق القارب داخل الجزائر أنه جميع مسموح أن ينتصارع وأن يتخاصم وأن يتدافع داخل القارب بشرط عدم أن يغلق القارب الذي هو المؤسسة الحاكمة في الجزائر والمؤسسة العسكرية هي جزء من المؤسسة الحاكمة ولا يمكن بسحر بفعل أو بسحر ساحر أن تتحول هذه المؤسسة العسكرية لمؤسسة عسكرية غير مسيسة وغير معنية بشأن السياسي على نمط الغربي ثانيا أعتبر أن مطالبة المعارضة بأن فك الارتباط أو فك الحبل السري بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش هو مطلب مبالغ فيه وينم عن ضعف هذه المعارضات أكثر منه عن مطالبة حققية ثالثا أعتبر أنه الرهان الحقيقي والفعل ومستقبل الجزائر وخاصة الانتخابات الرئاسية التي ستتدور في 2019 ومع التأكيد أن الحالة الصحية للرئيس المتفليقة هي القطرة التي أفض الكأس أو القشة التي قسم الظهر البعير لأنه لو كان هناك رئيس بكامل مدارك الجسمانية وكاملها لم يستطع أحد أن يشكك في المؤسسة العسكرية وبالتالي أعتبر أننا حالة حالة فريدة حالة ربما لن تععد في التاريخ وهنا السؤال هل سيتم فصل المؤسسة العسكرية لا أظن ذلك لكن أعتبر أن المؤسسة العسكرية ستتبقى أحد الحاكمين وإن كان خلف السيطار كما أكد وعلي عليه أغلب الضيوف نعم أيضا لا يمكن الحديث حقيقة عن هذه الجدلية حول العلاقة بين المؤسسة العسكرية والرئاسية ودور هتان المؤسستان في تحديد من هو الرئيس القادم بعيدا عن فرنسا فرنسا كيف تراقب الأمور من وجهة نظرك سيد ناصر هل تسمعني أعتبر أن فرنسا أحد أهم الفاعلين في الجزار أعتبر أن فرنسا أحد أهم الفاعلين في الجزار لكنها ليست الفاعل الوحيد وليست صانعة الرؤية في الجزار هي لها وزن لها لوبي لها فريق مؤلن لها ومن ثم أعتبر أن فرنسا ستؤثر لكنها لن تكون الحاكمة بأمرها الرئيس ستخرجه لعبة التوازنات ومنطق القارب سيتم في حال عدم الوصول إلى متوافق حول اسم شخص واحد سيتم التمديد للبوتفريقة في عدد خامسة لكن من هنا إلى انتخابات 2019 هناك وقت وممكن أن تحدث عديد التغيرات المرتاقبة وغير المرتاقبة في الجزار شكرا جزيلا لك سيد نصر الدين بن حديد الكاتب والمحلل السياسي من تونس على هذه المشاركة سيد أحمد فرنسا كيف تراقب الوضع وإلى أي مدى هناك ثقل فرنسي حقيقي في تحديد هوية الرئيس القادم الحقيقة فرنسا كانت مرة النفوذ انتاحها في السلطة في الجزائر بثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت شريكة في الحكم من سنة 1962 إلى سنة 1992 يعني كان هناك تيار وطني اللي قاد ثورة التحرير لكن كان هناك شريك فرنسي يفرض بموجب معاهدات إذيان معاهدات الاستقلال هذه الشروط هي اللي أعطت القوة لمن نسميها حينيا في الجزائر حزب فرنسا ولكن قوة الطيار الوطني سواء قوة نفوذه في مفاصل الدولة أو شرعيته التاريخية إلى غير ذلك سمحت بنوع من التوازن منع الطيار الفرنسي الحزب فرنسا أو منع فرنسا من الاستحواذ الكامل لكن في سنة 1992 وقع يعني مشكل كبير اللي هو نيزام الطيار الوطني وأصبحت فرنسا تقريبا هي التي تتحكم في الأمور كلها هي تتحكم أيضا في جزء كبير من الاقتصاد في الحقيقة في الحقيقة الأخ قبل تكلم على قضية 1992 1992 كان قرار فرنسي القرار كان فرنسي لم يكن جزائري لكن كما قلت لك القيادة العسكرية الحالية في هذك الوقت ما كانتش في مركز القرار لا أحد كان يصدق بأن القرار كان فرنسي وفور يضع على الجيش عن طريق القيادة انتعو لكن كما قلت بعد ما وصل جيل الاستقلال إلى منصف المسئولية وتزامنت كما قلت أنا منذ ثلاث سنوات بأنه يعني رحمة رب يبرك جات للجزائر تزامنت مع وجود الفرق قيادة صالح على رأس قيادة الجيش وهو إنسان وطني على كل حال فوقع هذا التحول في قيادة الجيش من الموقف الموقف قيادة الجيش الحالية متعارض تماما مع موقف القيادة 1992 والدليل على ذلك السرع المفتوح الموجود نزار خالد الذي قاد العملية في 1992 يستهدف القيادة صالح مباشرة التوفيق وجماعته يستهدفون القيادة الحالية مباشرة نعم الحديث الآن بأن السيد سعيد بوتفليقة شقيق الأخ السيد العزيز بوتفليقة هو من يقود الأمور طبعا لا يحكم لوحده ولكن مع أطراف أخرى إلى أي مدى الرجل يتمتع بنفوذ يتمتع بقبول من المؤسسة العسكرية حقيقة ومن فرنسا أيضا أنا لا أعتقد بأن السعيد بوتفليقة يحكم في شيء سعيد بوتفليقة قوة مستمدة من وجود أخيه في الرئاسة فقط لا يحظى بدعم المؤسسة وعجز أخيه سعيد بوتفليقة هو القائم على الرئيس هو الحاجب انتعه وبالتالي يستمد القوة وصلاحية الفعل قدرته على الفعل من العلاقة العائلية بالرئيس أما من ناحية المنصب هو مستشار لا يملك أي سلطة انفيذية في الدولة ولذلك أنا عندما سئلت في مرحلة من المراحل منذ سنتين تقريبا على بلاتو المغاربية أعتقد سألني الأخ أثماني ذاك الوقت قال بأن السعيد بوتفليقة سيخلف أخوه عبد العزيز بوتفليقة وأن قتله هنا بالصريح الفصيح سعيد بوتفليقة يمر على قبر القائد السالح والجماعة اللي معاه مقية الجيش هذه الجزائر ماهيش مملكة يتوارثها ما كان حتى وحد يقدر يورث السلطة في الجزائر وبالتالي سعيد بوتفليقة مستفيد من الوضع الشاذ الذي تعيشه الرئاسة الجزائرية الرئاسة الجزائرية هي منصب محجوز لكن مشغول ماهوش من طرف الرئيس نفسه وإنما من طرف دواء النفوذ شكرا جزيلا لك سيد أحمد شوشان الضابط العسكري السابق على هذه المشاركة بذلك نأتي مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الحلقة بالبرنامج المشهد ألقاكم في حلقة جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر